شكرانا سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن مؤسسة السلامي ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين ومعهد البحريني للحقوق والديمقراطية ومركز البحريني لحقوق الإنسان أغتنموا هذه الفرصة لأطلع سيادتكم على ما يجري في بلدي البحرين من انتهاكات سياسية لحقوق الإنسان والذي من ضمنها القتل خارج القانون الذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من المتظاهرين السلميين وبطرق مختلفة ومن ضمن هؤلاء الذين قتلتهم القوات الحكومية بدم بارد هو ابن الشهيد علي بداح الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما والذي تعرض للدهس المتعمد من قبل قوات الأمن أثناء مشاركته في مسيرة سلمية للمطالبة للحقوق والعدالة والكرامة مما أدى إلى استشهاده حيث تم دهسه عدة مرات وتقطيع جسده إلى أشلاء متناثرة إن السلطات الأمنية لم تكتفي بقتل ابني بل إنها استهدفتني شخصيا في الذكرى السنوية الثالثة حيث كنت مشاركا في مسيرة الشموع أحياء لذكراه إلا أنني تعرضت لإصابة مباشرة بقنبلة لغاز المسيل للدموع في عيني اليسرى مما أدى إلى فقداني للبصري بها السيد الرئيس إن من ارتكبوا هذه الجرائم بحق وبحق ابني وكافة الضحايا لا زالوا أحرارا طليقين ولم يقدموا لأي محاكمة وذلك ضمن سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطات البحرينية إنني وكافة عوائل الضحايا نضم صوتنا إلى صوت سيادة المفوض السامي في دعوته من هذا المجلس إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة كافة المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب في بلاد البحر